مرحبا وكيف الحال؟ أمراض الكلة أحد أسوأ الأمراض اللي ممكن يصاب فيها أي شخص على وجه الأرض مرض مزمن مستمر بزداد مع الوقت والأعراض بتزداد سوءا مع بسوء كل يوم بيومه فبزداد احتباس السوائل عنده بنخنق بالآخر بنفسه وبتحرمه حتى من الدخول للحمام والوضع الطبيعي هنحكي اليوم عن الكلة عن أمراض الكلة أسباب أمراض الكلة حتى تقدر تعالجها أو تتقي الدخول فيها من الأساس وإذا لا سمح الله عندك مرض الكلة من الأشخاص اللي بيستفيدوا من الحميات الكيتونية ومن الأشخاص اللي ما في إثباتات أنه بيقدر يعملوها هنحكي بكل ما يتعلق بالكلة وأمراض الكلة أكيد أنت بتحضر صحة بلس مع سمارة وراجعين أكيد بعد الفاصل قبل ما نبدأ نتكلم عن وظائف الكلة عن مشاكل الكلة ومراحل مشاكل الكلة عن علاج الكلة عن إيش السبب اللي أدى لتلف الكلة لازم تفهم شو هي الكلة فالكلة الموجودة في أسفل خاصرتك في الخلف تتكون الكلة الواحدة تقريبا من مليون وحدة وظيفية تدعى كل وحدة وظيفية بالنفرون فالكلة الواحدة بتحتوي على مليون نفرون النفرون بشكل أساسي بتكون من جزئين أساسية أول جزء منسميه محفظة بومان وهو الأهم وعندنا الجزء اللي ويليه اللي هو التيبيول اللي هو بيقوم مع معلاملية إعادة امتصاص ما بدخل إليه محفظة بومان بتقوم محفظة بومان بفلترة 100 مل من الدم في الدقيقة الواحدة وهذه محفظة من أصل مليون محفظة موجودة في الكيلية الواحدة اللي أنت عندك منها اتنين بتقوم هذه المحفظة بالسماح بكل من السوائل الأملاح المعادن بالإضافة للسكر بتجاوزها والدخول إلى التيبيول بينما بتمنع أهم العناصر موجودة في دمك عم نحكي عن كريات الدم الحمراء والبيضاء والبروتينات الموجودة في الدم وعلى رأسها الألبومين من الدجاوزها والذهاب للتيبيول التيبيول وظيفته إعادة امتصاص كل ما دخلت له اللي محفظة بومان فهو بعيد امتصاص 99% من السوائل اللي دخلت إله بعيد بامتصاص الأملاح بالإضافة لإعادة امتصاص المعادن والسكر اللي دخلت إله بينما بترك السموم تتجاوزه بالإضافة لخمية قليلة من الماء اللي تعطي سبون قوامه الطبيعي عشان هيك لازم تحافظ أنت على تغذية صحيحة وتحافظ على أن السكر عندك ما يرتفع والضغط عندك كويس حتى ما تتلف الشعيرات الدموية الموجودة في محفظة بومان أكيد في بداية حلقتنا لليوم قبل ما نبلش نتكلم عن أهم وضائف الكلا ومشاكل الكلا وتفهم أنت في أي مرحلة الله لا يجيبها لحد أبلش أحضر الحلقة بأنك تعمل نشر للمحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس حتى تشاركني الخير وتعمل اشتراك في القناة وتكبس شارك الجرس وتعمل لايك وأكيد والأهم جيب فنجان قهوة ورقة وقلم وخلينا نحكي في كل التفاصيل معلومة على الهامش رغم مرور 180 لتر من الدم خلال الكلا يوميا تقوم الكلا بطرح 1-2 لتر من البول في اليوم الواحد حيث تقوم الكلا بامتصاص 99% من السوائل العابرة خلالها وبترجعها للدورة الدموية في حال استهلاكك لـ 1 لتر من الماء زيادة عن حاجتك في لحظة معينة تحتاج الكلا إلى تقريبا ساعة حتى تتخلص من هذا المي لزيادة ولكن إذا أنت تعمدت أنك تحط حالك بجفاف فالكلا بتحتاج قصرا لـ 400 مل لازم تخرجهم في اليوم الواحد بغض النظر عن استهلاكك للمياه فإذا أنت استهلاكت اليوم فقط 400 مل من السوائل هدول هم اللي رح تترحهم الكلا وعدم تناولك لـ 400 مل يعني جسمك رح يتخلص من 400 مل من السوائل منه هتأدي لجفافك وظائف الكلا أساسية ومهمة في كل وظائف جسم الإنسان فبكفي إنها بتحميك من السموم اللي لو تراكمك هتأذي دماغك وبالتالي بتخليك تهلوس وبتفقد الوعي والتضرر الكلا وفقدانها لوظائفها مع مشاكل الكلا هو السبب الأساسي للأعراض السيئة جدا اللي بتمر بالأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الكلا على فرضا احتباس السوائل أهم مضائف الكلا هي عملية السيطرة على سوائل الجسم فهي بتتحكم بكمية السوائل موجودة في الدورة الدموية وبالتالي في الأنسجة فبالإضافة إلى ضبط وتركيز الأملاح وضبط حموضية وقاعدية الدورة الدموية أضف إلى ذلك قدرة الكلا على تخليصك من المواد سامة جدا بتتراكم في دمك بدون وجودها فهي بتخلصك من اليوريا بالإضافة من المادة الكريتنين السامة سمية الأدوية اللي بتطرحها في البول إضافة إلى السموم المختلفة اللي أنت معرض لها في يومك بينما تعد الكلا مسؤولة عن تنظيم ضغط الدم داخل الجسم وذلك من خلال إفراز أنزيم الرنن أنزيم الرنن ببلش مجموعة من التفاعلات اللي بتأدي بالنهاية إلى إنتاج هرمون الأنجيوتنسن من خلال الرئة واللي بيقوم على عملية انقباض الأوعية الدموية في الجسم كافة فبالتالي رفع الضغط لا هيك أنه أنزيم الرنن بيحفز الكذريتين على إفراز الالدسترون هذا الهرمون اللي بيحفز الكلا على حبس الملح وبالتالي السوائل فبرفع برضه الضغط فأي خلل في هذا الأنزيم بيأدي لخلل في الضغط في الدم أما المهمة الرابعة لليوم فهي تصنيع كوريات الدم الحمراء طبعا الكلا ما بتصنيع كوريات الدم الحمراء ولكن بتفرز هرمون الإيرثريوبيوتن اللي بيتطلق إلى الدم وبينتقل بالآخر إلى مخ العظم أو نخاع العظم هناك بتم تحفيز نخاع العظم على إنتاج كوريات الدم الحمراء بفعل هرمون الإيرثريوبيوتن وبالتالي مشاكل الكلا ونقص هذا الإفراز بيأدي لفقر دم حاد جدا النقطة الخامسة وهي تحويل الفيتامين دي اللي بتصنع تحت الجلد وبتكمل في الكبد إلى شكله الفعال في الكلا فبتقوم الكلا بتحويل الفيتامين دي ثري إلى وين توينتي فايف دي هيدروكسي فيتامين دي الشكل الفعال اللي بيقوم على زيادة امتصاص الكالسوم في المعدة والأمعاء وزيادة امتصاصه في الأعظام لكن ما هي مشاكل الكلا؟ فمشاكل الكلا مختلفة ومتنوعة في مشاكل اللي هي الأورام لا سمح الله والالتهابات هنحطها على جنب ما رح نحكي عنها في عندك الكيوت كيدني انجري أو أمراض الكلاء الحادة وفي عندنا الكرونيك كيدني ديزيز وأمراض الكلاء اللي هي المزمنة اللي بتاخد فترة زمنية طويلة في أمراض الكلاء الحادة بصير عند الشخص صدنة في كلته وبتتوقف مباشرة عن العمل بكون إما بسبب تسمم دوائي أو بسبب نزيف أدى لنقص الدورة الدموية وقلة كمية التوريد للكلا أو بسبب جلطة في أحد الشرايين الأساسية اللي بتودي للكلا اللي بيعمل على إيقاف عملها بالكل في هذه الحالات أو بسبب تسمم دوائي في هذه الحالات ممكن إصعاف المريض بغسلة بالإضافة للعلاجات وحل المشكلة حتى إعادة الكلا للعمل إذا كان الشخص محظوظ ويحقوه بسرعة ترجع لعملها أما أنه بدنا نركز عليه في حلقتنا لليوم هو أمراض الكلا المزمنة المرتبطة بشكل أساسي بمرضة ضغط الدم وأمراض السكري مرض الكلا المزمن الكرونيك كدني ديزيز هو مرض يؤدي إلى تلف الكلا ومظهور البروتين في البول بما يسمى زولال البول أو ظهور الدم خلال البول اللي إحنا ما نعتم فحصه بالإضافة إلى انخفاض سرعة فلترت محفظة بومان للدم من خلال هبوطه إلى أقل من 60 يعني منسميه الكلوميريالس فولتريشن ريت بالإضافة إلى ظهور الكريتنين بكميات أعلى من الطبيعي في الدورة الدموية والكريتنين هي مادة سامة المرض الكلا المزمن هو مرض بزداد سوقه مع الزمن خصوصا إذا استمرت أنت بنفس الحمية السيئة اللي أدت إلى تلف الكلا عندك التزام بالحميات قليلة النشويات وتخفيض السكر في الدم أظهرت من خلال الدراسات أنه إلها آثار إيجابية من خلال الدراسات وحتى بالمراسات في العيادة يعد أهم أسباب أمراض الكلا وفشل الكلا وغسيلها هي أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ف45% من مرضى الكلا هم مرضى سكري و27% من مرضى الكلا هم مرضى ضغط معلومة على الهامش يتم إنتاج الكريتنين داخل الكتلة العضلية من خلال أيض بروتين الكريتين والموجود داخل العضلات فبتم طرح الكريتنين السام إلى داخل الدورة الدموية وبتقوم الكلا بالتخلص منه أولا بأول فهي ما بتعيد امتصاص أي جزء منه باعتمد كمية الكريتنين على مجموعة من العوامل أهمها العمر، الوزن، الكتلة العضلية، والجنس يعد قياس كمية الكريتنين في الدم من أهم القياسات لتقييم وضائف الكلا فمن خلال كمية الكريتنين يمكن احتساب معدل فلترة الكلا للدم طيب شو هي أسباب الإصابة بأمراض الكلا أسبابه كثيرة ومختلفة لكن على رأس القائمة هو ارتفاع السكر في الدم فمرض السكري هو أهم وأحد أهم الأسباب لإصابة الشخص بالسكري ف50% من مرضى السكري عندهم مشاكل في الكلا بعمل مرضى السكري على تلف الشعيرات الدموية في كل الجسم وكذلك حيكون في الشعيرات الدموية اللي بتغذي الكلا واللي بتروح على محفظة بومن لعملية الفلترة بيؤدي تلف مع محفظة بومن والشعيرات الدموية في داخلها إلى تسرب بروتين الألبومين والموجود في الدورة الدموية وبصير يظهر في البول وهذا من الوضاء الأشياء الطبيعية ملاحظتها عند مرضى الكلا أما السبب الثاني فهو ارتفاع ضغط الدم ف75% من الأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم في نهاية المطاف بصير عندهم مشاكل في النفرونات ومشاكل في الكلا فارتفاع الضغط بتلف الشعيرات الدموية الصغيرة اللي ما بتتحمل ارتفاع المستمر لضغط الدم أما السبب الثالث فهو كثرة الاعتماد على العلاجات المختلفة والمكملات الغذائية اللي ما إلها لزوم استخدامك للمكملات الغذائية عن جنب وطرف اللي إلها أكيد سمية لأنه بالنهاية هي مصنعة بالإضافة للعلاجات ضف إلى ذلك أنه ممكن يصير عندك جفاف في وقت من الأوقات بيأدي إلى إرهاق الكلا وممكن يأدي إلى بداية أمراض الكلا السبب الرابع هو التهاب في الشرايين اللي بتود إلى الكلا واللي ممكن تعمل مشاكل في الكلا أما السبب الخامس وهو الفشل القلبي بسبب العمر أو مرض السكري أو الجلطات اللي بيأدي انخفاض الضغط إلى تلف الكلا السبب السابع إصابة الكلا بالتلف بسبب ارتجاع البول إلى الكلا اللي ممكن يصير بسبب إغلاق المثانة وعدم قدرتك على التبول فبيرتد البول إلى الكلا أو إغلاق الحالب اللي بيأدي إغلاقه لتجمع البول وارتداده للكلا عشان هيك ما بيصير أنك تستبر على آلام كلا وتأخر تبولك لأنه ممكن تخسر كلا إذا ما روحت على المستشفى بالوقت المناسب السبب الثامن هو مشاكل مرتبطة بأورام الكلا مثل السرطان والالتهابات المختلفة اللهم عافنا أجمعين معلومة على الهامش يطلق مصطلح جلوكوز يوريا على ظاهرة خروج سكر الدم لجلوكوز في البول واللي بيصير لما برتفع فيها تركيز الدم من السكر إلى ما يتجاوز قيمة القصوى أو قيمة العتبة لقدرة الكلا على إعادة امتصاص لجلوكوز في التيوبيول بتصير هذه المقيمة عند المية وتمانين للميتين ميلي جرام بير دي سي ليتر وبسبب ارتفاع تركيز السكر في البول بتقوم الكلا بزيادة كمية الماء اللي بتفطرحه في المثاني وبالتالي بصير مريض السكري عنده دايما تبول زايد عن الحاجة بسبب ظهور السكر عنده في البول وهذا بيأدي لجفافه وبالتالي دائما بشعر بالعطش ناهيك أنه وجود السكر أساسا في البول بيأدي لزيادة مخاطر التهابات عنده اللي هي في المثاني واللي إذا صار في إغلاقات وما أخذ في باله ممكن تتلفلوا الكلة يتم تقسيم مرض الكلة المزمن الكورونيك كوني ديزيز إلى مراحل يتم من خلالها تقييم الوضع للشخص ويتم تصنيف المراحل هادي اعتمادا على قياس كمية الجي اف آر اللي هو المعدل الفلترة او الكلوماريالس فلتريشن ريت يتم احساب الكلوماريالس فلتريشن ريت من خلال احتساب او قياس الكري يتنين في الدم ويم معادل الرياضية يتم احتساب معدل سرعة الفلترة الفلترة الطبيعية لأي شخص هو مية مل في الدقيقة من الدم يتم없لتلتها في الدقيقة في محفظة بوما لما يصنفوا مراحل المرض الكلا بصنفوا بناء على جي اف آر فالشخص اللي بيكون مريض كلا من الدرجة الأولى بيكون فلترته أكثر من 90 ميل في الدقيقة لكن عنده مشاكل في البول فبكون فيه عنده بروتين في البول المرحلة الثانية بنخفض فيها معدل الفرترة فبتصير من 60 إلى 89 فبنسميه عنده ضرر خفيف أو ضرر بسيط في الكلا وانخفاض في البول الشغل الثاني أو المرحلة الثالثة عم نحكي عن انخفاض في معدل الفلترة لأقل من 59 إلى 30 هذه المرحلة بيكون فيه ضرر متوسط في الكلا وانخفاض متوسط في إدرار البول في المرحلة الرابعة عم بيكون عندنا معدل الفلترة من 15 إلى 29 وهذه المرحلة بيكون فيه ضرر حاد وانخفاض حاد في مكمية إدرار البول أما في المرحلة الخامسة فبنصنف الشخص أنه عنده فشل كلاوي إذا انخفض الجلوميريوس فلتريشن ريت عن 15 ملف الدقيقة طب إذا أنت عندك فيه بدايات في مشاكل الكلاء وبدك تمنع تطور مشاكل الكلاء شو لازم تعمل؟ في البداية وبداية حكينا لليوم حكينا أن أكبر ناس معرضين للإصابة بمشاكل الكلاء هم مرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم بالإضافة للناس اللي بيأخذوا عقاقير وأدوية ما إلها أول ولا آخر هذو دائما بتلفوا الكلاء فغير حميتك الغذائية حتى تحسن صحتك أسباب الضغط ارتفاع ضغط الدم والسكري مقاومة الإنسولين واللي بيعالجهم التزامك بالحميات قليلة النشويات والحميات الكيتونية فبمجرد أنه عندك مشاكل في السكري مقاومة الإنسولين اعمل حمية كيتونية بتحمي حالك من الدخول في هاي المتاهة من الأساس ولكن إذا قدر الله ومشاء فعل وأنت بتعاني من مرض في الكلاء في أي مرحل من المراحل فهل الكيتو أو الحمية القليلة النشويات بتعالج الموضوع؟ لا يوجد جواب واضح لهذا الموضوع لا يوجد دراسات تثبت أنه تأثر سلبا أو إيجابا لكن من ممارستي في العيادة ومن دراسات فيرتا التي صارت على مرض السكري بيّنت معي وبيّنت معاهم أن الأشخاص الذين لديهم سكري مقاومة الإنسولين والتزموا بالكيتو لأجل هذا السبب وعندهم الكرية 2 عالي أعلى من الطبيعي أو والجي أفقار برضو قليل مع استمرارهم في تحسين السكر في الدم وإصلاح جسمهم للتالث بنخفض عندهم الكرية 2 وبرتفع GFR فتأثير الحميات الكيتونية في المرحلة رقم واحد والمرحلة الثانية كويس الأشخاص الذين في المرحلة الثالثة هذول هم أرد أنت فقدت 50% من وظائف الكلا فإذا أنت لسه بتأخذ أدوية كتير وعمالك السكر عندك دائما مرتفع فاستمرارك بالحالة هاي بحميتك الحالية هو ضمان لاستمرار التلف بنفس السرعة فإذا أنت بلشت بالحميات قليلة النشويات باستشارة طبيبك أكيد ستنزل السكر ستنزل وزنك وتقلل احتباس السوائل وتحافظ على ما تبقى من كيلتك في المرحلة الرابعة والخامسة كمية البروتين والفسفور اللي حتكون في حميتك حتهلك الكلا في هذه المرحلة ما إلك إلا أنك تستشير طبيبك وأخصائي تغذية مختص في الكلا لأنه وقتها ما بنفع حمية إلا أنك حميتك بتعمل منيجمنت للأعراض اللي عندك بنهاية حلقتنا اليوم الله يحمينا جميعا من هاي المشكلة حالة التبول عملية التبول نعمة ما تفقدها عشان لؤمة حلو لما يكون السكر عندك مرتفع بنهاية حلقتنا اليوم إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل لغيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة اللي منشره وما تبخل حالك بينك تنضم للقناة وتكبس أشارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إلك وما تبخل علينا بنك تملنا لايك وإحنا بتشجيعك ومنستمر وبدعوك تنضم لي علامنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أنت فاستنك بلينت وبتقدر تتابعني على إنستجرام والسناب شات وبشوفك إن شاء الله في الحلقات الجاي ومع السلامة وبأمان الله باي ترجمة نانسي قنقر